بس وسائل منع الحمد يا دكتور فمصر عندنا من سنين الناس بتاخدها بالمجان في الوحدات الصحية عندنا وموجودة بالمجان بس أنا مع الزيادة السكانية دي هيحصل زيادة على الطلب في تنظيم الأسرة ويخساء التنظيم الأسرة جزء منها بيصنع محلي وجزء منها بيتم استيراده فدي ميزانية ضخمة فلازم تبقى عيني برضو على حسابات الاحتياج من هذه الوسائل وتوفير التمويل اللازم لها وإذا كان في فرصة للاهتمام التصنيع المحلي أشتغل على التصنيع المحلي وأوفر للشركات المنتجة لهذه الوسائل والمستوردة والكلام ده كله تسهيل في الإجراءات لأن دي سلع مهمة ما ينفعش يحصل شورتج نقص في السوق ما ينفعش يحصل لأنه ما فيش تبويل كافي فدي كلها ايه الأمور دي لازم ناخد بالنا منها حضرتك في بداية الكلام خالص في أول حاجة حركة قلتها قلت لي أنه الأرقام اللي طالعة دي وفقا للأمم المتحدة ده لو استمرينا بالمعدلات بتاعتنا زي ما احنا فاحنا هنوصل في 2050 للرقم ده وده طبعا دي أرقام عالية جدا من التعداد السكاني والزيادة للسكانيين لو هي الدولة هي احنا بدأنا بالفعل وهي احنا مش هنبدأ بس لو الموضوع أخذ بحزم أكبر وفردت إجراءات مثلا أكثر أنا معرفش الحقيقة إيه اللي ممكن يتعامل بس يعني لو بقى مشروع قومي فكرة إنه لأ التوعية والإجراءات وكل حاجة في الدنيا عشان ما ينفعش خالص في الظروف اللي العالم كله فيها دي دلوقتي يبقى لسه فيه حد غير مقتدر وبيجيب أربعة وخمس وستة أطفال هل ممكن ده يؤثر على الأرقام المتوقعة الفوركاست المعمول لألفين خمسين؟ الفوركاست المعمول ده ده معمول على الأساس أنا الوضع هيفضل زي ما هو إن أنا بزيد بهذه المعدلات وإن السيدات نسبة الاستخدام بتاعهم للوسائل هي بالشكل ده وده أنا لن أقبله كناس بنشتغل في هذا البرنامج ومسؤولين عنه لا إحنا لازم نحقق إنجاز في المؤشرات بتاعتنا فيه مؤشرين لازم نبص عليهم كل شوية إحنا السيدات اللي في سن الإنجاب في مصر اللي عايزين يستخدموا ومنع الحمل وسائل تنظيم أسرة يعني للمبعدة أو للتوقف أو كده 80% 80% 80% نسبة؟ دي 80% السيدات اللي لو سألتيهم أنت عايزة أولاد يقولولك لا أنا 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 كتفيت أنا كتفيت وعايزة أستخدم إيه؟ أو وسائل من الأخوة أو باستخدم أو باستخدم يعني هناك حاجة إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو توقف تصل إلى 80% تمام المسح الصحي السكاني اللي اتعمل مؤقرا قال إن نسبة الإستخدام 66% طب الفرق ده جاي منين؟ أنا عندي جاب إذن فيه ستات هي مش عايزة لكن ما تستخدمش ده بقى لازم أبقى عارف ده نقص وعي هي مش قادرة توصل للخدمة هي الخدمة عندها شائعات ومعلومات مغلوطة حوالين استخدام الوسائل أو فكرة تنظيم الأسرة اللي لازم أشتغل عليها عندها تجربة سيئة مع وسيلة اللي كلمها مدهاش مشهورة كافية فتوقفت من نفسها لازم كل الكلام ده أشتغل عليه للنهار فأنا عندي لازم أرفع نسبة الاستخدام يا دكتور أعتقد ممكن تبقى البداية من الفجوة دي الـ 14% الفرق دول من الـ 66% إلى الـ 30% ممكن نبدأ نشتغل عليهم الأول الـ 14% دول اللي هم عندهم بنسميه احتياج غير ملبة لتنظيم الأسرة دول يصلوا إلى 2.6 مليون طيب نشرقها مواجهة دول مشروعة لوحده وده فعلا بقى المؤشرات دي والحاجات دي هميتها أن هي بتنور لنا الطريق على إيه للحتة اللي احنا نشتغل عليها للتدخل السريع وده حاليا فعلا القائمين على البرنامج وعزارة الصحة وسيد الوزير ووزير الصحة الحقيقة ملف السكان بالنسبة له يعتبر أولوية وأنا أعرف ذلك جيدا يعني ويستمع لكل الكلام ده ويأخذ إجراءات فأنا أعتقد أنه فيه صدد لأنه يكون فيه تعامل سريع مع كل هذه الأمور لتحسين المؤشرات المؤشر التاني اللي هيمنعني أن أنا أصل للرقم اللي أنا خايف منه ده أن أنا بدل ما متوسط عدد الأطفال لكل أسرة دلوقتي حوالي ثلاثة وبالظبط اثنين وتمانين وعشرة أقول ثلاث أطفال لأ أنا عايزه يبقى في الحدود بتاع الاثنين يعني لازم أوصل المقبلين على الزواج لازم يدخلوا وهم عندهم فكرة الأسرة الصغيرة واللي خليه في أورديني لازم خلاص أتوقف بقى وأشتغل على اللي عندي وربيه كويس وعلمه كويس واستثمر فيه مفتعلمه واستثمر فيه وكلام ده كله ده مشروع قومي مش عايزة أبص للقصة دي النهية قضية دولة قضية مجتمع لا دي قضية أنا وأنتي وكل الناس اللي حوالينا والناس اللي بيسمعونا بالوقتي والمجتمع كله أهلنا اللي في الريف أهلنا اللي في الحضر اللي في وجه إبلي اللي في وجه بحري وده بينطبق دكتور كمان على لأنه حضرتك سعدت يلاقي راجل مقتدر مثلاً فيقولك طب أنت زعلان لي أنا أنا عايزة أخلي فاربها خمس أطفال أنا مقتدر والحمد لله مدياً فأنا ولا حابعت ولادي يشتغل وهم أطفال ولا حابق عالى على المجتمع ولا أي حاجة أنا مقتدر مدياً فلأ هي الفكرة مش حضرتك وأنا الفكرة إنه كلنا في النهاية ندفع الزمن كلنا في مركب واحدة أصلها يعني مركب واحدة طبعاً أنت فتحتي لي سكة لما قلت الرجل الرجل ها هو دور الرجل بقى في اللي احنا بنحكي عليه ده إيه ده نقطة مهمة لازم أركز عليها لأنه هو في كده ثقافة كده إن تنظيم الأسرة ده الست أنت يشوفي بقى نظامي يعمل اللي أنت عايزة لا أنت كزوج لأ لازم أنتو الاتنين قرار الإنجاب ده قرار مشتر ولازم أنتو الاتنين يبقى قراركوا مبني على اقتناع وعي وفهم للموضوع وبعدين يا سيد الزوج لو قولها اسألها أنت خدتي الحق أنت أنت تنسيتي في اقتقارتي تاخد النهاردة عندها مشكلة أخدها من إيدها وروح إذا كنت في القرية روح واحدة صغيرة إذا كنت في الحضر وهتروح عيادة أو عيادة خاصة أو كده يعني لازم مشاركة الرجل في القصة دي تكون واضحة الشباب المقبل على الزوج بقى هو عيه كويس قوي وأتكلم معاه وأديره في المناهج التدرسية من هو في المدرسة لما يكبر ويخش الجامعة أشرح له المادة السكانية كويس قوي وأعرفوا الكلام اللي احنا بنحكي عليه ده عشان يخش بفكر واي مختلفة